اتصدقوا ان هذا شعار شركة ابل سابقا بصراحة الشعار قبيح ومعقد يعني تخيل تحطه بحجم صغير ما حد راح يفهمه فستيف جوبس الله يرحمه قال ان هذا الشعار معقد خلينا مبسطة ففيه شخص كان مهتم ومتخصص في هذا الامور ستيف جوبس قال له صممنا شعار بسيط وخفيف وفي نفس الوقت فخم ويعبر عن البراند اللي احنا قاعدين انسويها فركز على شعار التفاحة وخلاك كذا مثل ما تشوفوا لكن كثير من الاشخاص كثير من الناس قبل لا يدشنوا الشعار قالوا هل هذا تفاحة ولا كرز فقال شو اقدر اسوي علشان افرق بين الكرز والتفاحة فقال لو خليتها مقضومة راح تبين حجمها الكبير مقارنة بالكرز وبكذا تم تصميم التفاحة المقضومة في كثير معلومات مغلوطة عن هذا الشعار في بعض الاشخاص قالوا ان هاذي ابل بايت والبيت يعني بيت واللي هو وحدة قياس البيانات فلما سألوا المصمم هل صحيح انك صممت التفاحة المقضومة يدل على وحدة قياس البيانات قال لا هذي صدفة وصدفة جميلة وبعدها ضافوا هذي الالوان اللي تدل ان اجهزة ابل فيها ذاك الوقت قادرة انها تطلع البيانات والصور بالالوان وكانت تقنية فريدة وحصرية لاجهزة ابل اتوقع معظمكم ما كان يعرف هذه المعلومة حطونا لايك اذا اعجبكم في فيديو لا تنسوا الاشتراك اذا حابين اشتركوا اكثر من هذه الفيديوهات